الآن يا أستاذ سوكينا بالنسبة للتحرش الجنسي في ظل المتغيرات الحياتية الموجودة الآن والتغير اللي صاير في المجتمعات وغزو كثير من وسائل التواصل وكثير من الألعاب والمستجدة ودخلت للبيوت غيرت نوعا ما سلوكيات لدى الأطفال فهذه ساهمت بارتفاع الأعداد احنا ما نمفي وجود هذا الأمر أو التحرش الجنسي التحرش الجنسي موجود ولكن عدة عوامل أدت إلى أنه يرتفع في الآونة الأخيرة ويكون أكثر انتشارا هو هذا العوامل اللي قلتها لك بالإضافة إلى كثير من التحولات اللي ساهمت نعم أنت دكتور عبدالله ذكرت بأن مثلا الأشياء أو الانفتاح التكنولوجي ساهم في زيادة نسب التحرش الجنسي بالأطفال لماذا ساهم هذا الجانب بالذات يعني؟ لا لا هو مو هذا مو شوفي أستاذ سوكينا دائما احنا ما نحط بس السبب على أحادية أو على سبب على أنه هذا نقول هذا السبب ساهم في ارتفاع أكيد أنه فيه الآن التحول العالمي يا أستاذ سوكينا التحول العالمي صار بعد وسائل التواصل العالم صار قرية صغيرة صار انتشار لكثير من الأمور والكثير من العادات يعني بين هلالين السيئة صارت تنتشر أكثر من اللازم يعني زمان أنت تفضلتين أنت قلتين احنا مثلا في المجتمعات قبل كم سنة كانت عبارة عندنا مجتمعات مغلقة